صارت عقوبات بالأمس على أبو فدك في العراق اللي هو رئيس أركان الحجد الشعبي صارت عقوبة على رئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفياض واضح عقوبات ترامب سريعة جداً في العراق هناك كلام أنه ستكون قائمة أخرى من الأسماء في الأيام القادمة هل ستصدر هذه القائمة بأسماء أخرى تعاقب داخل العراق وداخل إيران بتصورك؟ قد يكون هناك عقوبات أخرى على شخصيات أخرى إذا ثابت للرئيس بأن هؤلاء الأشخاص لهم ارتباط وثيق بإيران ويتلقون الأوامر من إيران وليس من القيادات العسكرية والأمنية في العراق